بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله ورحمته وبركاته عليكم مشاهدنا ومستمعين مع بداية حلقة جديدة من الدنيا رمضان ونحن في رحاب شهر الله وبين يديه نقترب من جميل الوصال في ليالي القدر حيث تحل المناجاة ويطيب الذكر وتتزاحم الأمان مع طلب الأجر وما أجمل أن لا ننسى بين طيات الدعاء إخوتنا المؤمنين نتذكر حاجاتهم وألامهم نطلب العافية والستر لنا ولهم ونطلب الأمان ما أجمل أن نفكر بالغير كما تقول الأبيات وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنسقوت الحمام وأنت تسدد فطورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام قيمة الغيرية وأهميتها سيما في هذه الأيام موضوع حوارنا الأول ضمن الدبن ربي مع المستشارة العائلية الأستاذ ميرنا حطم أهلا وسهلا فيك أستاذ ميرنا أهلا فيك بيتول أنا ناطرة هاللحظة قبل ما تدلش حضرتك بأسئلتك من الخميس الماضي الساعة أربعة لليوم لح أعتذر من المشاهدين أعتذر من ربي أولا وأعتذر من المشاهدين عن خطأ صدر مني المرة الماضية بقراءة أي من القرآن الكريم بسورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدمه وآثارهم صدق الله العليل العظيم أنا قلت إننا نحن نكتب ما قدمه وآثارهم فأنا بدي أبلش بيقدم اعتذاري للمشاهدين يلا والاعتذار موصول كمان مني إذا قطعت هيك الله يبارك فيك يا رب وإن شاء الله هيك يواصل بتكون الفكرة واصلة والأجر قبل ما نفتع على هذا الحوار خلينا نروح للحزورة حزورة اليوم شو القيام نشوفها ومنرجع يا رب التايسير علمنا بتكون حالتنا تعب وهم وموصار اليأس عمقربي منا بيذكرونا برحمة القيوم منسجد مننسى بالألأ كنا يوم نصير ندعي للسعادة الدوم وحد الدعاء قادري طمنا حزورة شلقية برعاية مطعم لفلوف الجواد البحار حرقوس سلسلة مطاعم التركي مطعم ويلة تروبيكانا سنوبرة مطعم بيروت آذنو حلويات السلطان حلويات الشرق حلويات عيسى حلويات الألعى ومحلات تياب الأطفال تاينس بيبي شاب إي أس إي جيرلي جيرل نيو فرح إذن هيدا هي الحزورة بانتظار إجاباتكم على الأرقام اللي عم تمروا على شاشة قدامكم وطبعا هيدا الحزورة عم بقدمة الشعر محمد بنوت حظ موفق للجمع طيب رح نرجعنا عنديك أستاذ زميرنا حطوم وبعد التحية من جديد إذن حديثنا اليوم عن الغيرية نعم بنحكى كتير عن الذاتية الفردية الفردانية ووضح يمكن بمحلة معين توصيفها أما الغيرية يمكن ما كتير الناس بتفهم هوني شو المقصود فيها خلال نشرح شوية صغيرة على ما تنطوي هذه الكلمة من معاني ومن قيمة أيضا شكرا بتقول بسم الله الرحمن الرحيم بدي جديد شكري لقليك على استضافتي بهذا البرنامج اللي اسمه قدبني ربي أول حلقة لما كنا سوا قلت لي هالعنوان لما خبرتيني تصدفيني قلت لي في عنا هالبرنامج وحضرتك حتكوني ضيفتنا هاي الفكرة بالبرنامج نعم وقلت لي هالفكرة بالبرنامج عفوا فقلت لي هالعنوان مرتبط فيه بطريقة شخصية سألتيني بأول حلقة قلت لي هنحكي عنه بعدين إن شاء الله فاليوم حبي أنا بلش به هاي المقدمة القصة الصغيرة حل لقول شي يعني أدبني ربي لما رحت على أمريكا من كم سنة تقريبا من خمسة وعشرين سنة وتعرفت على الله عز وجل لأنني كنت حالي نوعا ما لحالي هناك حبيته كتير لا أدعي معرفة الله طبعا يعني إحنا منسعى 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 لأن أعرف الله بس بالقدر اللي حاولت إني أعرف الله عز وجل فيه بالقدر اللي حاولت أتعرف على ديني وأتعلم ديني فيه كتير حبيت حبيت ديننا حبيت جمالية ديننا كل تفاصيل ديننا حبيتك كتير وطبعا إحنا دايماً منسعى للوصول إلى الكمال نعم بمناسبة الارتباط بالعنوان اللي عم تحكي اليوم الغيرية لما نجيت على لبنان وبشغلي بين الاستشارات العائلية كمرشدة ولبعض الأجيال كمربي أحياناً متل ما بيسموا إن شاء الله الله يقدرنا على هذا الأمر وهذا العمل حبيت كل شغلة ربنا عز وجل علمني إياها إن إلا للآخر من البنود الأساسية لدستور حياتي اللي تبعتها هو قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وقاله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخيه ما يحب لي نفسه جميل فمن هون صر تبلش كل كلمة ربنا عز وجل اللي علمني إياها شوفها قدامي اتعلمها من كتاب من حديث من قصة صرت مقبيلة إني حاول إن إلا للآخر وكتير صر تقدر الأشخاص اللي هني عن جد بيحبوا لغيرهم بتشوفيهم تتعرفي عليهم وبتحسي مين هذا الإنسان اللي عن جد بيحب للآخر ما يحب لي نفسه يعني لما بلشت بداية حلقتنا هلأ عم بحكي عن الاعتذار عن الأية الكريمة اللي صار معي الأسبوع الماضي لما رحت ورجعت حضرت الحلقة فانتبهت إنه أنا أخطأت بالآية وكتير نزعجت طبعا فعميحكي قدام شخص بعز عليّ كتير عمقل له هيك هيك صار وأنا كتير مدايقة هيدا الشخص تعرفت عليه من حوال الخمس ستة سنين تقريبا وأكتر صفة لفتتني فيه إنه هو إنسان كتير بيفهم كتير واعي بس بنفس الوقت يعني مقبيل هول أو حدون كتير بيعتذر لما يخطئ ما عنده مشكلة أبدا من الاعتدار لما يخطئ أوقات الناس بس يصيروا هيك بيفهموا شوي بيصير كتير عندهم تكبر والاعتدار عنده بيصير كتير صعب فهذا الشخص واعي بيفهم وبيعتذر بطريقة ضغرة إنه إيه بينسى لقول أنا بعتذر أنا أخطأت هون بكل تلقائي بكل تلقائي فأول ما أنا عم بحكي قدامه إنه أنا أخطأت بهذا الآية فقال لي إيه وين مشكلة ميرنا الأسبوع اللي جاي عندك حلقة جديدة أول شي تطلعي بتعتذري على بتصححي الخطأ اللي عملتي كنوم الاستدراك نعم فلما نشوف إنه هذا الإنسان نموذج عم بعطيه لأقول إنه هذا الإنسان إيه بيحب لغيره اللي بحبه لنفسه مش بس هو لنفسه بس هيك يعني ومن هون كمان حبيت أنا بي قصة أدبني ربي لإني متل ما خبرتك كنت لحالي وتعلمت لأدعي عم قول عم نحاول يعني نحاول إنه تعلم وإني كون باشي بتربية الله عز وجل إنه كل شي ننقله للآخر وهذا العنوان كمان كل حدا فينا هي كلمات بسيطة جدا إمام الصادق عليه السلام ما عن أهل البيت طبعا عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ما بقول أحب لي أخيكا ما تحب لي نفسك وأبغض له ما تبغض لها ها ما تكره لها إذا بس هايدي إذا بس هايدي البند قلنا نسميه بدستور حياتنا بنمشي عليه نحنا بحياتنا بنصير حياتنا بألف خير هذي القاعد هاي القاعد ألف خير طيب شو المعيار اللي أنا بدي حب لنفسي وحب لخيي وأبغض لها وأبغض له شو المعيار بدي يكون كمان قالنا الإمام الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلي على محمد وآري محمد قال المعيار هو أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله الحب في الله والبغض في الله مش بس بالأشخاص يعني مش أنا بس من الشخص اللي بدي حبه أو بدي أبغضه كل الأعمال كمان اللي بدي حبه واللي بدي أبغضه اللي الله عز وجل بيحبه أو بيبغضه هيدا بيصير معيارنا فإذا العمل اللي أنا بحبه للنفس اللي الله بحب يشوفني عم بعمله لح حب إن شوف أخواني عم يعمله الكلام اللي أنا بحب اللي الله بحب يشوفني عم قوله كمان حيحب يشوفني حب شوف أخواني كمان عم يعمله وهكذا فبداية منبلش نحنا بالنس اللي بدنا يكونوا موجودين بدائرة حياتنا كثير مؤثرين بيكونوا علينا من هؤلاء الأشخاص لدينا نختارون في ناس بيكونوا مفروضين علينا فرد يعني إن كان صلاة رحمة أحيانا الجيرة أحيانا أمور كثيرة وصانا فيها الله عز وجل أوقت بيكون جار سوق أوقت بيكون قرابة سوق ما نعرف كيف نتعامل معنا هيدول كمان حنحكيها شوي بسياق الحلقة وبدي المقربين لأليلي بدي يكون أنا دايما على تماس معهم بدي أعرف كيف بدي أتعاطى معنا لأن هذا الشخص هيأثر علي كتير المؤمن مرآة أخيه المؤمن لما بحكي المؤمن مرآة أخيه المؤمن يعني أحب لي أخيكا ما تحب لي نفسي يعني لو أنا شفت خطأ صدر منه كمان أنا لازم قل له ولو شفت شي حلو كمان صدر منه كمان لازم قل له لازم أثني عليه المرآة المؤمن أوقات نحنا بناخدها لأن بطريقة أنه بس بدي فرجيه حار يعني بس فرجيه اللي هو بدي يشوفه لا مش اللي هو بدي يشوفه أوقات نحنا إذا أنا بس لحالي أنا طلعت على المرآة وشفت شي شغلي غلط فيني بجرب أني غض النظر عنه أنه أعمل حالي لأ مني شايفتها أقطع عنه وإبرمجة أنا ما بكون صادقة مع حالي المؤمن ما في يكون هيك مع أخيه المؤمن بدي يكون مرآته الصادقة أخيكا ما نصدقك؟ مش من صدقك؟ أستاذ ميرنا حطوم بين أنه أنا شوف العيب عند أخي المؤمن أو الآخر الغير بالعموم كان قريب أو بعيد وإقبله وبين أني ساعده بنصح معين أو يمكن يكون عندي مونئ أكتر أو طريقة لا ساعده لا يغير هذا العيب أو لا يتخطاه شو الفرق بين أني أنا أحتوي وأقبل وبين أني أنا دل من باب هيك التنقير اللي بيصير معنا كتير ومرات عن جد بمضيع على شعره وبتكون نوينة يمكن صادقة بس طريقة الأسلوب ما بيكون موفق وتالينا بنخسر هذا الشخص لأنه ما بنقدر نوصل لغاية اللي نحن بدنا إياها ولا هو بنبعد عنه بدل من أقر المعيار اتفقنا أنه هو ما يحبه الله وما يبغضه الله هذا اللي نعرف أنه الأمر اللي عم يصدر من خيه أو من أختي يعني من المؤمن الآخر هل هو عمل منيح ولا لا جيد ولا لأنه ممكن أنا أقول له أنه هذا عمل مش منيح وبالنسبة له شيء منيح فمناخد المعيار لأوين؟ الله عز وجل ورسوله وأهل البيت عليهم السلام هني بيحبوا هذا العمل ولا ما بيحبوا هذا العمل لما بنجي للأسلوب أو الطريقة وطبعا لما نحن عم نقول أنه نحن مختارين الدائرة اللي لألنا أو أوقات بيجيك من شخص من بره يمكن هو عن جد عم ينقر عليك أنه هو ما برد لك الخير فبدو يحط نقطة عليك أنا هون ساعتها بيس هذا الأمر أنه هذا الشيء اللي عم بيقوله هذا الشخص شو رأي ربنا عز وجل فيه؟ يمكن يكون معه حق يمكن يكون معه حق ولو هو ما برد لك الخير نبحث عن القول ولا نبحث عن القائل بالضبط هذي واحدة مننا هذي خلصنا مننا وحدة مننا إذا لا نحن أصحاب وفي علاقة ودية بينتنا وعلاقة متينة بينتنا بس هالشخص أسلوبه مش كتير منيحة أنا هون بكون مريده كمان للمعاكسة إذا أنا بيصدر مني أمر معين مش كتير جيد وهو شايفه هيك بس أسلوبه معي مش كتير لطيف أنا هون علي كمان بدوري أني أنا أشرح له وقل له أنه أسلوبك مش لطيف أنا بشكرك كتير على نصيحتك على انتقادك على أنك بتردلي الخير ولكن هالأسلوبه بيزعجني لأنه كمان مدارات الناس نصف الإيمان فكمان بنا نتعلم كيف ندار الناس وهيك ما نكون هيدا المرآت لبعض يعني مش بس هو مريد بس لألي وأنا كمان مريد لألو تكون علاقة تبادلية بهذا المحل صحيح لأنه مرات كتير نقع في هذا الابتلاء ومثل ما قلنا أستاذ زميرنا عن حس النية يعني حتى الأمهات اليوم بنية الحرص على الأبناء بيكون في طريقة بالتوبيخ حتى نسميه تقريع يعني أو بالنقد الملاحظات المقارنة نقع بكتير أمور لأساس الحرص أنه يا عمي نحنا بدنا يكون تكونوا أفضل يا أبنائنا الأباء نفس الشيء وللنتيجة بتطلع أنه الأبناء مش قبلنين لأنه الأسلوب طريقة نصح اللي أنتم فاكرين نصح اللي شافوها بطريقة مختلفة تماما بدنا نتعلمون هول باتول بدنا نتعلمون مثل أي شيء بالحيات وكمان أهل البيت هني مدرسة لألنا يعني لمن قصة الإمامين حسن والحسين عليهما السلام لمن شافوا الرجل عم يتوضى الرجل الكبير بالعوار عم يتوضى واجه قالوا له يا شاف لنا وضوءنا إذا نحنا صح أولا لأن شافوا وضوءه هو غلط ما بدنا يقول له أنت غلطان هذه قصص لألنا لنتعلم كيف نتعامل بالأسلوب مع بعض كيف نحكي مع بعض لتوصل للفكرة صح والآخر يتقبلها من هون عمقول أنه إذا في حدا عنده أسلوب شوي خاطئ منقله أنه أنت أسلوبك خاطئ هات لن تعلم كيف نزبط هذا الأسلوب وكل إنسان فينا بدي يكون عنده قبول ممن يعظه أن الإنسان المؤمن جد هو اللي عنده توفيق من الله عز وجل ووعظ من نفسه وقبول ممن يعظه بدي يكون عنده تماما ممكن أنا رحابة للنقد فسأ زكين بالناء بدي يكون قبول لأنه نحنا برحلة تكامل حكينا بالبداية نحنا برحلة لنوصل للكمان تخلقوا بأخلاق الله وأخلاق الرسول الأعظم صلى الله عليه وقال هي من أخلاق الله عز وجل وهو مدرسة لقلنا هو أهل البيت فنحنا علينا نتعلم نحنا كل حياتنا نقول مدرسة الحياة مدرسة لآخر نفس من حياتنا بقولوا لولادة لآخر يوم يا ماما من حياتك هتبقى عم تتعلم هتبقى عم تتعلم ما تقول أنا وصلت يعني خلص بطل في حدا يعني خلص وصلت وصرت أعرف يعني لا لآخر يوم نبقى عم نتعلم نتعلم من أي حدا من أي حدا نتعلم واضح طبعا طب أستاذ زميرنا حطوم في معاني الغيرية أيضا العديد من يعني هيكي مثل ما كنت عم تحكي أنت المرايا إنعكاسات لا قيم أخرى بتتجلى يعني الغيرية لما نقولنا احنا عم نفكر بغيرنا ونحب هذا الخير لغيرنا في عنا قيمة العطاء بتتجلى هون في عنا التطحية في عنا الأحسان والتكافل هيد المعاني كلها بنشوفها وتعزز خلال شهر رمضان المبارك تحديدا طب قدي مهم إنه نشتغل على مثل ما قلنا التعزيز هذا المفهوم بكل تجلياته لألنا ولأبنائنا سيما في هذه الأيام المباركة أكيد لما قل أبناء دايما يعني الأهل يعني فيه أهل وكمان دايما بكارلة الأهل لما علش وإن الذكرى تنفع المؤمنين فدايما لما بكارلة أبنائنا بكارلة أشتغل مع الأهل كثير من الأمرار بيجي لعندي الأهل على المركز للاستشارة ليقولوا عندي مشكلة مع أولادي فأنا بحط على جلب هيدا الموضوع ببلش أشتغل مع الأهل المشكلة من وين عندكم نعم لأنه هيدا الطفل ما صار عنده هيدا المشكلة بكتير من الأحيان إلا إذا كانت المشكلة من الأهل اللي هن مش عم يعرفوا يتعاملوا معهم أوكي فيه عوام المؤثرة فيه المحيط في المدرسة فيه الريبين فيه الجيران فيه الجينات أحياناً ولكن لما الأهل بيكونوا هن عم يلعبوا دور الصح نحن نشوف نحن أنه في نتيجة كتير وحلو ستكون جزء من وصية الإمام علي عليه السلام لولده الحسن عليه السلام بيقول له يا بني اجعل نفسك ميزاناً بكل اللي تفضلت فيهم هلأ العطاء والإحسان والخدمة وغيره بيقول له يا بني اجعل نفسك ميزاناً فيما بينك وبين غيرك فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك وأكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك إلى أخري فيه لك في الوصية فهون كمان في عنا مصادق كثيرة لشي يعني أحب لي نفسي أحب لي غيرك ما تحب لي نفسك من هالأمور يعني فهالي الصور تتجلى بتصرفات الأهل اليومية مش بس اليومية يعني مش به النهار صار معي هذا الأمر اللحظوية كمان يعني إذا بالعربي في كلمة لحظوية صحيح بقصد إنه بكل لحظة الأهل شو بيتصرفوا الأولاد اللي حيشوفوا عن جد نحن هلأ لما عم نفتر الرسول الأعظم صلى الله عليه وقاله بخطبته في استقبال شهر رمضان الكريم معظم التوصيات لإلنا يعني عم يحكي مع الشخص متوجهة للآخر بتعامله مع الآخر الخلق لما بنقول تحسين الخلق هي جزء كبير منه موجه بتعاملنا مع الآخر بعدين الدخول لنفسنا يعني فلما بشوف أنا كل هالأمور كلها بتطلع علي وبدأ أتعلمها ما بينفع إنه أنا بس هيك قعد لحالي وتجيني هال ينزل علي الفايد يعني هيك ما بيمشي الحال بس أدي المعيار أدي الحدود نعم بيعني التقديم إذا بدنا نحكي بالغيرية أستاذ زينير نحطون إذا بدنا نحكي ونخليني بس عفوا تقديم نعم سؤال مسألة التقديم أو العطاء تحديد الإمام الصادق عليه السلام بيقول اصنعوا المعروفة إلى كل أحد فإن كان أهله وإلا فأنت أهله جميل الإمام الصادق عم بقلنا أنتوا أعطوا الغير وعملوا معروف المعروف كمان مثل ما عم نحكي إنه كل الأشكال يمكن إن اسمع لحدا معروف أوعظ معروف قدم مال معروف قدم طعام قدم بيتي هلأ بالحالة اللي إحنا فيها لأهلنا الأعزاء الناس حين أي شيء اسمه معروف أحمل شيء تقيل عن حدا طلي حدا معي بالسيارة أي شيء أي شيء اسمه معروف فعم بقل له افعل معروف لكل حدا إذا كان هو بيستاهل هذا الأمر طبعا أنا هون مش شغلتي أفسر أحاديث أنا شغلتي مستشارة ومرشدة تربوية ولكن بشغلي أول شيء بتربيتي للنفسي مما أدبني فيه رب العالمين ومحاولتي لمساعدة الآخرين إنه ناخد هل الأحاديث ونجرب نشتغل فيها يعني لو هذي ثقافي يعني متواردة حتى شعرا بقوله ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع فبقل له إذا كان هو أهل لهذا المعروف خير على خير أخدت الأجر وهو استفاد وأنت استفدت إلى الأخير إذا ما كان أهل لهذا المعروف أنت أخدت الأجر بس ما راح بس ما هون يا سيد زميرنا كتير مهمة في فكرة أنه في ناس المقابل مش كل المقابل الإمام ما وقف هون في قبلة إيه في ناس بتطمع نعم الإمام ما وقف هون تطمع فيه إذا كنتي هالقبد بتاعتي هذا العطاء الغير محدود ببحث شوية صغير عن هذا الحديث لا قد عيشتها رحمة ما قلت ولكن من فهماتي الزغطرين بهذا الحديث الله يبرك فيك الله يسلمكم بقول إنه إذا كنت ما بتعرف إذا هذا الشخص أهل أو لا للمعروف فأنت حتعمله معه يعني إما أنت بتعرف يقينا أن هذا الشخص أهل للمعروف فأنت حتعمله معه متطمّن وإما أنت ما بتعرف إنه هو أهل أو لا فأنت عمول هذا المعروف إذا طلع هو أهل له تكون أصبت وإذا ما طلع أهل لأله أنت حتيخذ الأجر ولكن حتكون تعلمت فبيكف الإمام بحديثتين بهذا السياق الإمام الصادق من عليه السلام بيقول إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد فانظر سيبه ومعروفه إلى من يصنعه يصنعه فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنه إلى خير وإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه ليس له عند الله خير يعني إذا هيدا الرجل اللي هو بدي يعمل معروف وبيعرف أنه للناس مش أهل لهيدا المعروف وعم يعملوا هيدا الله عز وجل ببرد للخير هذا شقي يعني إذا هو شقي أم سعيد هذا معيار الإمام عم بحطه هذا معيار خلينا تفطله السعيد هو الشخص اللي عم يصنع المعروف وعم يسأل وعم يشوف وعم ينبسط يعني هن الإمام عم بيقلنا أنه الخير اللي عملته بناس معينين وما طمر بين مزدوجين نعم إذا أنت ما كنت تعرف إذا أنت ما كنت تعرف إذا أنا بعرف أنه فيه إنسان مثلاً عم بجاهر بالمعصية مثلاً يعني مثلاً نحن بشهر رمضان هلا بقى جميع شهر رمضان وأنا بعرف أنه فيه حداً من دون لا سبب ولا عذر ولا شي هو مفطر مفطر يمكن بيكون له سبب هو عم يفطر عمداً يعني أوكي لح كنت استعملت الترم الصحيح هو فاطر عمداً عم يأكل عمداً ما فيني رح أنا أجي أعزمه على المطعم بنص شهر رمضان بالنهار قال له خد مصاري رح كل رح اشتري ساندويش وقل ما هيدا فقير ممكن هو فقير محتاج مصاري ما فيني أجي أنا قال له خد هاي مصاري رح تغد لأنه عم شجعه على المعقب ما فيني أجي أقول له هيك هم إذا فيه رجل مثلاً أو شاب منها الشباب بنلاقي هالأكتير شباب بيقول أنا مملاقي شغل مملاقي شغل مملاقي شغل وأنا بعرف يقيناً إنه هو ما عم يسعى كفاية لا يلاقي شغل ما عم يسعى كفاية يعني هو لأ قاعد ومريح على وضع ما بده يشتغل بس لأنه الناس عم بيساعدوا فهيدا أنا ما فيني أجي أساعدوا لأنه أنا عم ساعدوا على الكسل أنا عم ساعدوا أنه يكون بس قاعدوا ما عم يسعى لأنه يأمن قوة يوم طب بالعلاقات الضيئة بدوائرنا الصغيرة نعم بعائلاتنا لأنه دائماً هذا الأمر بيكون موضع جدل نعم وهذا رح يكون من الأسئلة الأخيرة يعني بسرع عم يمر اللقاء معك الوقت دائماً بيمر بسرع أسريعاً نحن عم نصغل فرصة أنه في لقاءات متجددة معك إن شاء الله وحتى مفهوم التضحية يعني اليوم الأم الأب هذا العطاء لمحدود هنا يعني كمان كيف بدو يتصرف الإنسان مع أهله مع أبنائه يعني آخر شي وبيعرف أنه يمكن هذا الولد لا يستحق بس هذا ابنه مش مثل شخص يمكن مش رح يشوفه كل يوم أو ما بيقدر كيف مضيط عطاء كمان ربنا عبر أهل البيت عليهم السلام بحطو لنا رسالة الحقوق للإمام زين العابدين حطو لنا حقوق شي يعني حقوق بيخبرنا حقوقنا وواجباتنا ترجه بعض فلما أنا بلاقي شخص عاق لنفرد في عندي شرع يحدد لهذا الأمر مش أنا دايما بدي أرجع لأ الله عز وجل حتى ما أكون أنا عم أخطئ أو عم بظلم ما بدي أظلم ولا أنظلم فنحنا في عنا رسالة في عنا شرع هو بيحكم بيناتنا به الأمور خاصة بس يصير الأمر متعلق بأشخاص الرحميين لأنه هون الأزية بتكون كتير كبيرة الظلم بيكون كتير كبير أو الأجر بيكون كتير كبير كمان لأنه الأقربون أولى بالمعروف فخلينا نروح لهذا الموضوع للشارع وساعتها هني بحديده أنه إذا أنا عندي ولا دعاق إذا أنا عندي أهل أحيانا بيكونوا بدون صعبين بدون معاملة معينة فخلينا نروح للشارع ونحتكب بهذا الأمر من المصديق الحلوة لبعض الأشخاص اللي بشوفهم أنا يعني في شخص بعرفه لما بيقرأ دعا هل قد العطاء بيصير متجذر بالشخص يعني الدعا وقت بيكون بصيغة الفرد بيكون بصيغة الشخص فهذا الشخص بيقرأ الدعا بهذا الصيغة لأنه الإمام أعطانا هيدا الدعاء بيكون ما نكون عن إمام من أمتنا عليه وسلام بيرجع بعيد الدعا مرة تانية بصيغة الجمع بقول لأنه أنا اللي بحب إدعيله نفسي بحب إدعيله كل حدا بحبه بحياتي أو لأولادي أو لأحبابي كلنا اللي بحياتي هيدا شغلها الأد بسيطة من العطاء من أحب لي أخيك كما تحب لي نفسك جميل وهذا اللي احنا بلشنا فيه بالمقدمة نحن مقربين على ليلة القدر إن شاء الله هيك يا رب يتقبل أعمالنا وطاعاتنا جميعا فيه ناس من اللي حضرتك هيك حبيتك شوية يمكن حسيت من سؤالك إنه بديك نضوي على أمتن ما منعمل يعني أو أمتن فيه ناس هنالي محرومين يعني فيه ناس ربنا حرموا من الخير يعني أحيانا فيه ناس ربنا بيكون كتير موسع عليهم كتير كتير بتجي بتقلي لو أنت عمرت هالمجمع السكنة كله هالمدينة السكنية كلها وفيه ملايعب وفيه مستوصف طبي وفيه نوادة ترفيهية وتعليمية إلى آخره طيب وين مصلة متعمر مصلة متعمر مسجد محرومين من الأجر الشقي والسعيد لأنه كنا عم نحكي بحديث الإمام هذا معيار كتير مهم لأعرف أنه أنا الخير عم بعمله هون ولا هون خبروني عن أحد الأشخاص هل هي بتكون آخر لأصة من غير الشر لأصص منيحة بتعلم فعنده أولاد بياخد أولاده على سفرات ومبرمون العالم وإلى آخره عنده بنوته كتير مؤمنة وملتزمة وطيوبة يعني ومؤمنة كتير فبتقوله أنا بدي رحى الزيارة ما بيتوفق أن يعطيها حق الزيارة إلى الأماكن المقدسة فهون الإنسان بينه وبين حاله أو ميزين رب العالمين اللي بيقوله إذا هذا الإنسان شقي أم سعيد إذا عم تقولي لي أنه خلصنا فأنا بدي أتشكرك مشهددا بتقول وبدي أقول نحنا هلأ ممكن آخر لقاء لألنا قبل ليليل الأدر المباركة بدي أطلب من المشاهدين دعاء إن شاء الله أسألهم الدعاء ونحنا كمان نسألك الدعاء وما تنسينا وأنتم بدعانا دايما إن شاء الله وإلى الله يعيده علينا ونستغل هالباقي الأيام المؤمن بيصير يحس بكمشة القلب لما يحس بدي فارق شهد المضان ليليل الأدر حلوى ولكن بالضبط كثير من كنا أطرين ليليل الأدر المباركة ولكن بنبلش نحس بالفرقة بنبلش نحس بالفرقة فهنا نستغلهم قدمة فينا وننبسط فيهم لأن الوقت الحلو بيطول ما ننسى أخوتنا المؤمنين وننسى ندعي للغير كل الغير سيما أخوتنا البحاجة للدعاء اليوم أخوتنا في فلسطين في الجنوب اللبناني وفي كل أماكن المعاناة حقيقة اللي عن جد اليوم بيأمس الحاجة إلى الدعاء بالفرج والنصر القريب شكرا جزيلا إن شاء الله إذا تسمحي لي أختم بس بهذا الحديث لأنه لازم نسمعه كلنا ننبسط فيه قبل ليليل الأدر إن شاء الله لحتى نكون عن جد هالأدر من تبهين لحالنا الإمام الصادق عليه السلام له حصة كتير كبيرة لإمام الصادق اليوم كان معنا الحمد لله بيقول إن الحسن من كل أحد حسن وإنه منك أحسن لمكانك منه وإن القبيحة من كل أحد قبيح وإنه منك أقبح لمكانك منه كمان فأحب لي أخيك ما تحب لي غيرك وأبغض له ما تبغض لها أحب لي أخيك ما تحب لي نفسك وأبغض له ما تبغض لها كمان قديش الحسن اللي نحنا بنعمله نحنا كشيعة أهل البيت عليه والسلام نحنا منتمين لأنه النصورة عنه قديش بنا ننتبه قديش الحسن منه بيطلع أحسن بكتير وأحلى بكتير والقبيح كمان بيطلع أقبح بكتير فننتبه لحركاتنا ولتصرفاتنا ودائما وهالأخي دائما كمين بدي أقول لأن نحن هالأد مخلوقات مجتمعية نكون مرآة لبعضنا على الحب وعلى الخير لحتى ربنا يكون راضي عنا وبدي نختم بهذا الحديث هلأ عن جد عم بيختم وقول كلنا ربنا عز وجل بحبنا كلنا عيال الله ولكن أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعيال الله فقداش فينا ننفع عيال الله قداش ربنا حيكون عم بحبنا أكتر وأكتر زادك الله خدمة ونفع لعيال الله حتى يكتر أحد الله شكرا جزيلا نلقاك بإذن الله الأسبوع المقبل مع إطلالة جديدة نحكي فيها ضمن فقرة الدماني ربي كاملين نحن وياكم مشاهدنا ومستمعينا نحن نروح إلى يوميات أبو جميل شو محضرنا اليوم نص الزميل سنقب ريتع وأدع الزميل على الخنز متابعي أبو جميل تحيي وبعد خيي قل لي شو بتكره بقلك المتشبس برأيه وعامل بينه وبين رأيه معاهدة التحام لم في صامة لها على أساس أنه هو الأفهم والأسكى والأكتر عبقرية على الكرة الأرضية ورأيه مقدس حرام ودعانه يطرق عليه ولا زر التعديل أو تبديل ولابسه الفهم حفره تنزيل ولو قد ما جربت تاخده وتعطي معه بيلنس بأرضه ولا بينحل ولا بينبل خيي شو بتخسر إذا تشاورت مع الأكبر والأصغر منك ما أنت لما عم بتشاور الآخرين عم بتشاركون عقولهم وهيدا مش من جيبتي هالكلام هيك الحديث الشريف بيقول يعني عم تاخد خبراتهم وعصارة معارفهم وثمرت تفكيرهم وتأديراتهم وبالمجان بلاش فعشو تيبيس الراس والشفشقة برأي الناس لحظة 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 شو هي هاي الشفشقة لنجبتني إياها يا حبيبي مثلا معا من قبل هالكلمة الشفشقة يعني ذا استلشاء هالعام لكان نقول استلشاء بالقليلة كم مرأة على مسامع العالم وأوضح وأشياء يا حبيبي والله مش زنبي إذا مش مرأة هالكلمة عاموسك وبعدين العفو منك بس على أي أساس أيامة أنه كلمتك الرديفي هي الأشيك والأوضح قصورك بسماع كلمة شفشقة ما بينفي انتشارة الواسعة أخصوك الخيال الموضوع عندك أنا بس حبيت أنصحك لجولة محاول حلقة مع التأدير مع التأدير وكل التأدير لمحاولاتك للتحسين بس ما أناعتني ما أناعتني أبدا من أين تنقستلشاء أفضل من شفشقة ليك خيال الله يرضى عليك خلينا نكفي تصوير لأني مستعجل وهيدي مدخلتك يا حبيبي نستني عن شو كنت عم بحكي كنت عم تحكي عن الأشخاص اللي بيكبروا رأس وما بيتقبلوا نصيحة وبيتعاملوا مع رأي الآخرين بشفشقة 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 هاد اتصال مجميل على الهاتف قالوا ايه مجميل خير يا مهجة العين ولا قللك خليني شي مرة استفيد أنا من اتصالك وأسأله لكن بس بدي جوابك ونصيحتك بمنتهى الشفافية مجميل ايهما برأيك افضل استخدام كلمة استلشاء ام كلمة شفشقة شو شفشقة كأنها شوارعية وبلدياتية وفقرية بتعرف شو هيدا اللي بيكتر مسائل واستشارات بيطلب الزيادة بيقوم بيوقع بالنقصان قولك اخ بس لو من الاول ما تذكر حكمتك يا جدة عقلك براسك بتعرف خلاصك لك ملا ارا لك ملا ارا شفشقة بشفشعة اهلا بكم من جديد اصدر مجلس الامن منذ ايام قرارا بالوقف الفوري لاطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان ولكن وكالعادة يستمر العدو الصهيوني في تعنته ويكمل جرائمه دون اي رحمة واي رادع ولا يقيم وزنا للقرارات الدولية والمجتمع الدولي وتمر الايام وينضي شهر رمضان في اقصى ظروف على الشعب الفلسطيني الابي فهل سينعم الفلسطينيون بشيء من الهدوء والامان خلال ما تبقى من الشهر الكريم ام سيبقى عنوان هدنة رمضان مجرد حبر على ورق وهذا موضوع حوارنا مع الكاتب والمحلل الفلسطيني الأستاذ تيسير الغتيب اهلا وسلم اهلا وسلم مرحب بكم ضيفا عزيزا اهلا وسلم ونبارك لكم هذا الشهر بالرغم من كل الظروف الصعبة التي تقع على اخوتنا في فلسطين ولبنان وفي المنطقة اهلا بكم انا اتمنى ايضا ان تكون هذا الشهر في خواتيمه شهر خير وبركة على الجميع وان نرى ما يسر قلوبنا وعيوننا من انتهاء لهذه المجزرة التي تحدث في فلسطين وفي جنوب لبنان اهلا من خلال هذا العدو والذي لا يرقب في المؤمنين الا نولدنا يا الله اهلا نحن مستمعينا عم نذكركم بالحزورة يلي منتظار ان شاء الله اجاباتكم على الارقام اللي عم تورد على الشاشة امامكم رح نذكركم فيها بعد شوي ولكن بانه فتنا بسياق الحديث عن فلسطين ومع الاستاذ تيسير يعني بانتظار اجاباتكم وحظ موفق للجميع طيب استر تيسير لو سمحت لي ضمن واكبة ما يحصل في فلسطين منذ بدأت وفن الاقصى العدوان والحرب الكبرى على غزة وتبعاتها على المنطقة اليوم في مستجد ومعطى مهم انه نوقف عنده وهو اصدار مجلس الامن لقرار وقف ثوري باطلاق النار على الاقل خلال شهر رمضان يعني القرار هيك اول ما بيوصلك تستبشر فيه نعم ولكن فيما بعد تمضي الايام يعني صرنا كذا يوم ومعنا نشوف اي مفعيل كيف تقرأ بداية صدور هذا القرار وخلفيته بدي ابدأ هيك بداية تاريخية سريعة شو معنى مجلس الامن؟ مجلس الامن هو عبارة عن هيئة دولية اسست كاحدة هيئات الامم المتحدة واعطي الحق للوضوية الدائمة لخمس دول في العالم للأسف لا يوجد فيهم دول من افريقيا ولا يوجد فيهم اي دولة عربية او دولة اسلامية ولكن ما علينا هدف مجلس الامن هو حفظ الامن والسلام الدوليين يعني في اي مكان بسير ما يهدد السلام والامن الدولي كالحروب مثلا او الازمات او ازمة بين دولتين قبل ان تحدث يتدخل مجلس الامن ويصدر قرارات في قرارات بصدرها ضمن الفصل السادس وهي قرارات غير ملزمة وقرارات بصدرها ضمن الفصل السابع الان لو احنا عرضنا ما يحدث في فلسطين وما يحدث في غزة على مجلس الامن لا يوجد مهمة لمجلس الامن منذ نشأة نشأة حتى الان اجل واكبر واشرف من هذه المهمة ان يوقف هذه الحرب وان يعني يضرب على يد المعتدي باعتبار ان هذه الحرب منذ الحرب العالمية الاولى والتانية تقريبا ما في حرب مثلها هذا المجلس الاجتماع وهو مجلس في دول اوروبية وفي دولتين هم يعني مش اوروبيتين بالمعنى الجيوستراتيجي اللي هي روسيا والصين هذا المجلس كان ينقض دائما بحق قراراته تنقض بحق المغض الفيتو وخاصة انه الولايات المتحدة تنقضه يعني لصالح اسرائيل فصار الكيان الصهيوني كأنه عضوا في مجلس الامن لانهم امن حمايته دائما القرار اللي صدر من اكم من يوم هو قرار ضمن البند السادس مش ضمن البند السابع الولايات المتحدة الامريكية بعد ان رفضت وقت اطلاق النار لم ترفض القرارات التي تدعو الى وقف اطلاق النار ولكن رفضت وقت اطلاق النار في تمييز في القانون بين المسألتين انه هي رفضت يعني 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 انه الدول اللي بتتكلم عن وقف اطلاق النار مخطئة ومشتبهة وانه ما لازم يوقف وقف اطلاق النار لانها تدرك الولايات المتحدة الامريكية ان وقف اطلاق النار يعني تسجيل هزيمة تاريخية واستراتيجية ليس للكيان الصهيوني وانما للغرب الذي نحن في حالة صراع معه منذ تقريبا 200 سنة منذ ان بدأ الغرب بده يقسم دولنا ويقسم دولنا ونجح بعد الحرب العالمية الاولى يقسم بلادنا وينشئ كيانات ويعطي وعود وعد بالفور اللي اعطى فلسطين للاسرائيليين لليهود سمهم ما شئتي بدون وجه حق فلسطين كان جزء من الدولة العثمانية الاردن العراق سوريا لبنان هذا يسمونه المشرق العربي نعم المشرق العربي هذا ذهب كله باتجاه تأسيس دول اللي هي بنسميها دول سايكس بيكو ما عدا فلسطين راحت لضمن وعد بالفور في مسألة معقدة جدا واحنا ليش منذكر بهذا التوريخ حتى الناس تعرف جذور ما نحن فيه نعم اذا هذا القرار صدر هالقرار احنا في شيء ملفت انه لأول مرة الولايات المتحدة الامريكية بصفتها الحامية والداعمة والممدة بالاسلحة والامال مراته بدون ان تعترض عليه الاعتراض اللي بمنحها اياه عضوياتها اللي بتمنحها اياه عضوياتها في مجلس الامن كدولة من دول الفيتو دول الفيتو نعم طبعا الناس هللوا وكبروا هل تعلمي انه بعد القرار مباشرة ارتكبت مجازر لم ترتكب اثناء الحرب المجازر التي ارتكبت قبل هذه القرار كانت اعدامات فردية او في مجموعات صغيرة او قصف للبيوت وهي كلها جرائم طبعا قتل نفس واحدة اصلا جريمة بعد هذه الحرب ماذا فعل الصهاينا صاروا يجيبوا الشباب ويدموا اعدامات ميدانية بالخمسين وبالستين يعني انه مفيش اشتباه يعني اولا اللي كان يعدم بالرصاص يقال انه شكينا فيه حامل اسلاح اللي كان يقصف انه هذا البيت فيه حد من قيادة المقاومة يعني كل حاجة ايه طبعا كلها كثير نعم ولكنها ذرائع كان وراها ذرائع وفيه ذرائع الهادي اللي صارت بعد قرار مجلس الام صاروا يجيبوا الشباب اللي هما في قبضتهم وعارفين اذا هما جزء من المقاومة ولا لا وعارفين اذا هما ورزدين حركتهم وعارفينهم وليس لهم علاقة بالمقاومة وانا اعرف اشخاص منهم بحكم انه اهلي موجودين هناك واقربة موجودين هناك وانا من هناك اعدام ميداني يعني الاعدام الميداني هذا تقريبا منذ اكثر من يعني اخر اعدامات ميدانية كانت من سبعين ثمانين سنة لانه الاعدام الميداني معناها فيش محاكمة في قصدية للقتل فيش اي حجة لانه هذا الامر يحدث بالخطأ لا وفي اشهار عم بيصوروا وفي اشهار وبيصوروا كل شيء ليش الكيان السويوني يتوحش هذا التوحش لانه يدرك بانه اذا لم يستطع ان يسحق الشعب الفلسطيني السحق التام اللي هو موجود في ذهنه ويسحق المقاومة ولو بقي جزء من الشعب الفلسطيني وبقيت جزء من المقاومة معناها هزيمة نكراء ايش الهزيمة هذه بالنسبة للكيان السويوني حتى نفتح كل الاسئلة اللي تم التكتم عليها في داخل المجتمع السويوني اسئلة لها علاقة طبيعة الدولة والقانون وجدوى البقاء في هذه الدولة والهجرة اسئلة مصيرية اسئلة مصيرية اه اسئلة مصيرية وكذلك ايضا بده يسير في شيء اخر كمان كيف سيتعامل العالم مع هذا الكيان يعني دائما كان بقول دفاع على النفس وكذا وهم صدقوا الاسرائيليين الصهايدة انه الكذب بيشتغل مع العالم وخلينا يكذب اكتر 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 لكن الكذب في النهاية زي ما بيقول المثل مالوش رجلين في النهاية حصلنا نهايته هم وصلوا في الكذب الى نهايته وعشان هيك انت بتشوفيهم لما بيطلعوا على التلفزيونات رابين وعفون نتنياهو او قانتهم الاخرين بتشوفي انه من لغة الجسد مبين انه هم مخزيين مبين انه هم عارفين انه ناس قادة بتكذبهم ولكن لا حيلة لهم هذا مشروع عنصري مشروع مضاد لارادة ربنا عشان هيك هما بيحاربوا الله بيحاربوا الله فيما هم يحاربونه وعشان هيك هذه المعركة هي معركة وهذه الحرب هي حرب قدرية وكبيرة جدا ستغير العالم ستغير العالم على مستوى الجيوستراتيجي في دول حتنضعف دول حتكبر انظمة حتسقط انظمة حتبقى انظمة كانت مهملة ومحاصرة او دول مهملة ومحاصرة مثل اليمن هتسير قوة اقليمية كبيرة دول كبيرة وبتنتفش وبتتكلم عن فلسطين وبتتكلم عن كذا احنا دخلنا في الاستحقاق اللي فضح اذا كانت هذه الدول صادقة ولا مش صادقة اذا عندنا هذه المسألة المسألة الثانية انه طبيعة الفكر الصهيوني سواء بالصهيونيتين الصهيونية المسيحية والصهيونية اليهودية نعم وكذلك الصهيونية العربية والصهيونية الإسلامية انها في الصهيونية الإسلامية أيضا كمان اذا نحن امام انفضاح هذه الصهيونيات باعتبارها صهيونيات مناقضة لكل مبادئ الحياة ومبادئ الحق ومبادئ التسامح ومبادئ التعايش ومنطق الحياة ضد منطق الحياة القتل ضد منطق الحياة احنا كفلسطينيين قلنا منذ بداية النكبل حتى الان تشتتنا لم نرى آبائنا وأمهاتنا وعشنا بعيدين عن عائلاتنا انا مثلا شخصيا لم اشهد وفاة والدي ولا والدتي واحنا بنعيش حياة صعبة جدا جدا ولكن لو نحن تمكننا من هؤلاء الذين جلبوا من جهات الأرض الأربع ومضعوا في فلسطين واعتبروا ان هذا وطنهم لو مكننا منهم مستحيل كل ما علينا يدعونا الى انهم ما نفعل حتى مثلا السيد حسن نصر الله مثلا ايش قال ان احنا هنساعدكم في انه اذا بدكوا تطلع احنا مساعدكم بدكوا تطلعوا بالمراكب او كذا لليهود لليهود يعني اللي اجوا وهم يملكوا جنسيات ويملكوا أرض أخرى يعني مثلا هذا اللي بيسموه هذا غالانت هذا بولندي لسه ما زال مع الجنسية بولندية انت تارك بولندا اللي هي عبارة عن سهول فسيحة وأراضي ضخمة وإمكانية وجاء على فلسطين على اي اساس يا انت على فلسطين جاء على فلسطين عشان هي أرض المعاد انه طمعوا مثل ما طمعوا غير طب هل المنطق المنطق السائد في العالم يسمح بانك انت تطلع شعب وتقيم دولة وتقتل ناس بناء على أفكار ثيولوجية غير قابل أصلا للإثبات وحتى لو كانت صحيحة انه كان في وعد فالوعد قد نقض يعني انا كمسلم بقولك انه كان في وعد بس الوعد قد نقض وانا طبعا لا أقبل بانه هناك وعد لانه احنا بني اسماعيل وبني إبراهيم ولكن هذا ليس مجالنا وعلى سبيل المثال لو كان في دولة لهؤلاء قبل ألفين سنة وانقطعت في التاريخ هل تعود مرة ثانية؟ يعني كيف العالم بيقبل كل هذه الأكاذيب اللي هي مش مجرد أكاذيب موجودة في بطول الكتب هي أكاذيب موجودة ومؤثرة في الواقع بتموت ناس وبتقضي على أحلام وبتقضي على حياة وبتدمر وبتخرب الاقتصاد وبتخرب السلام وبتخرب القبل في العالم كله وتبيت شعب بأكمل شعب يعني ملايين الناس يعني إذا انت جايب لي أفكار لهوتية تاريخية كل المنطلقات اللي ممكن ناخشك فيها تضحضها وانت كمان كرجل عندك شوية من العاقل متعلم يعني يعني لو سألت نفسك أنا متكلم عن الصهيوني ومع ذلك جاي انت تبيد شعوب وتبيد منطقة ومش هما ببيدوا الشعب الفلسطيني هما بدوا المنطقة كلها هذا الاستبداد اللي موجود في المنطقة شو سببه؟ سببه وجود هذه الدولة أو وجود هذا الكيان المصطنع اللي صنعوا الغرب طب نرجع ليش الغرب صنعوا الغرب العقلاني الغرب الفلسفي اللي له علاقة بهيجل والعلاقة بسبينوزا والعلاقة بكانت وهؤلاء كيف هذا الغرب اللي متبني كل هذي الأفكار الأقلانية ايجا يعمل هذا المشروع؟ ايجا يعمل هذا المشروع لأنه هو بده ينهي علاقته مع هذه المنطقة من خلال السيطرة الكاملة عليها ايجا صحيح؟ ايجا هم؟ بده أداة؟ بده أداة، جابها انت كأداة والحركة الصهيونية اتبنت المنطق اللاهوتي للفكرة لأنه مش ممكن انت تقيم أي دولة إلا بناء على معطيات معنوية ايجا نحن أمام مشكلة كبيرة العالم بدأ يفيق الآن العالم بدأ يفيق الآن بدأ يسأل ليش في إسرائيل؟ ليش عملتوا انتوا إسرائيل؟ حتى الغرب نعم، صحيح شعوب الغرب هناك رأي عام عالم يتحركين هناك رأي عام عالم يتحركين أنا بديش أطور عليك راحوا باتجاه التساول حول الإسلام لأنه لا يوجد في هذه البشرية في هذا الزمن دين يستطيع أن يخلق التوازن النفسي والأخلاقي والإنساني مثل الإسلام والثبات والثبات والصمود اللي بات سرا من الأسرار اليوم عم يبحثوا عنه في الغرب في البلاد المتحدة وغيرها الحمد لله التي تضمت الجروح التي تثبت الأطفال القرآن الذي يخفف الألام ويسكنها هذه المشاهد اللي تنتقى اليوم عبر مواقع التواصل والقرآن يقدم تفسير ورؤية لكل ما يحدث وشاهدنا حالات عديدة من الإسلام اليوم يعني هناك عديدون يعني من الناس بالغرب راحوا يفتشوا بالقرآن وهناك كثر منهم من أسلم وأيضا بعد الإطلاع وهذه حركة الآن في طورها الجنيني هذه حركة ستستمر وستكبر ونحن كمسلمين لأن علينا واجبات كبيرة جدا في التبيين جميل والتوضيح والتثقيف وفي الرد على كل ما يثار حولنا من دعاية لأنه إحنا ليش صارت مذبحة فلسطين؟ صارت مذبحة فلسطين لأن الحركة الصهيونية والدولة العميقة في الغرب قالت قبل ما تعملوا هذه المذبحة خلينا نهيئ المصلح خلينا نجيب شيء ناس اسمهم مسلمين يرتكبوا أشنع أنواع الجرائم فبذلك نسقط الإسلام نسقط صورة الإسلام جابوا داعش نعم صحيح يسقطوا صورة الإسلام معناها أنه بعدين يخلقوا ذريع على مواجهته يا صهاينا أتلوا هؤلاء المسلمين اللي هما إحنا في النهاية شواهنا الإسلام والحمد لله رب العالمين انقلب السحر على الساحر صحيح انقلب السحر على الساحر ورجع الإسلام هو في النهاية بيّن مين اللي عمل داعش ومين اللي عمل حركات التطرف وبين أنه لا الإسلام هو عبارة عن رؤية كونية بتخلق روح عظيمة وضمير عظيم وإنسان قادر على التعامل مع كل ظروف الحياة إنسان يبحث عن الحياة الحياة الكريمة الحياة السعيدة الحياة الطيبة إنسان مسؤول الحياة الطيبة الحياة الجميلة يعني هذا ما يقدم الإسلام لا يبحث عن الموت كما يصدر لا يبحث عن الموت وإنما يذهب إلى خيار الموت عندما يضطره عدوه إلى هذا الخيار زي الشعار الخالد الذي يجب أن نتذكر والذي هو يلخص معنى حقيقة المعركة في فلسطين هيهات مننا الذلة جميل جدا لأنه هون إذا المسألة بدأت تكون في هذول لا نقع على الموت قبل أن يقع علينا نعم صحيح يعني في هذا الأمر طب أستاذ تيسير الخطيب اليوم إذا بدأ نرجع لقراءة الظروف الموضوعية لما يحصل نحن بأي نقطة من هذه الحرب يعني عم نحكي صلنا من أكتوبر اليوم كل هذه الجرائم كل هذه التفاعلات العالمية اليوم في قرار دولي من مجلس الأمن قلت أنت أنه تحت الفصل السادس يعني مفاعشه غير ملزمة غير ملزمة والإسرائيلي ما زال يعبث يعني في صدرت قرارات في صدرت قرارات تحت البند السابع وما نفت لا لمشاكل دولية أقل بكثير من هذه المشاكل إذا قلت أقل بكثير فأنا أقارن والمقارنة أنا غلط لا يكاد يكون لها وزن لنقارنها بما يحدث وين إحنا هذا سؤال رئيس موهن؟ إحنا أمام واقعة تاريخية وملحمة تاريخية ما أريد أن أقول أنه هذه المعركة لم تنتهي في رأيي النهايات التي تنتهي عادة فيها الحروب هي أكبر من ذلك الأمر حتى يعني لا نفتأت على الغيب حتى لا نقدم تنبؤات نحن أصغر من أن أقدم تنبؤات ولكن ما أستطيع أن أقول أن هذه الحرب لن تنتهي بالطريقة التي يشاع أو تشاع الآن بين الناس أن هذه الحرب ممكن أن يذهب إلى الاتفاق أو لهدنة أو خروج لا لأن الكيان الصهيوني يعرف أن إيقاف هذه الحرب هزيمة ما ساعت الاتفاق بعد معقدة؟ ما ساعت الاتفاق معقدة ودليل على ذلك أن كل الحديث عن الهدنة أذكر هنا أنه من حوالي شهر تقريباً رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قال نحن على قائمة قوسينا وأدى على التنين خلص مشة الهدنة لكن هذا كلام لم يحدث رجع وترجع عنه صار فيه كلام يقول أنه فيه الآن اجتماعات الحرب كبيرة الحرب ستمس في نتائجها مستقبل العالم ومستقبل المنطقة وحتى مستقبل العلاقة بين الثقافات والأديان والأمم والشعوب ما يتعلق بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية اليوم يتم تظهيره بأنه هناك تجاذبات وأنه هناك هذا النوع من الخلاف وأنه ما حدا قادر لناتنياهو وأنه عم بيجربوا يكبحوا جماحه وهو يعني خلص رايح بهذه الحرب يقاتل يا مأتول لأنه أساساً ممكن كمان في بعض شخصي عم يتعاطى معه نظراً لمصيره بعد هذه الحرب إذا لم تعقق شيئاً فهون حضرك شو بتحكي لنا؟ بنائاً كمان على القرار الأخير هلأ هنا تعبلينا على مشارف نائية الوقت مش هيك؟ ايه صحيح صحيح بل كبير نكون عم اللم الموضوع اللم الموضوع أولاً في سؤال حائر كان في المنطقة العربية من زمان منذ قيام الكيان الصهيوني من الذي يحكم الثاني؟ صحيح الكيان الصهيوني بيحكم أمريكا ولا أمريكا بتحكم الكيان الصهيوني؟ أول لابد أن تفهم شو بنا أنه الكيان الصهيوني عبارة عن كيان وظيفي لمصلحة الغرب الغرب أمشأوا بوعد وعد بالفور الغرب مدوا بالسلاح وبالإمكانية ومن أجل ذلك إذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تنهي هذه الحرب أو تقضي على نتنياهو أو تغير الحكومة تستطيع تستطيع صحيح في بعض مراكز القوة اللي ممكن يتعطل أو كده لكن لا إذا إجاء القرار الاستراتيجي زي القرار الاستراتيجي اللي إجاء عند الأمريكان في موضوع دعم أوكرانيا ضد روسيا فيش قرار الاستراتيجي ليش؟ لأنه نتخيل أنه هذا الكيان سيسقط هذا الكيان سيتضعضع مش سيسقط يعني ينتهي سيتضعضع ما أثر هذا على التوازنات الإقليمية في المنطقة وأدي هذا الأمر لمصلحة الولايات المتحدة وأدي هذا الأمر لمصلحة الولايات المتحدة بقاء الكيان أي طبعا إذا تضعضع هذا الكيان أو ضعف طب في دول كثير ستتمرد على الولايات المتحدة في دول هي تعرف أو تعلم أو هي صارت مقتنعة أن وجودها وبقاءها من رضا الولايات المتحدة ستتغير الخريطة كلها فما زال الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأنه مرتكبه هؤلاء الصهاينة كان خطأ كبير جدا ولكن لابد أن نعيد تأهيل هذا الكيان تتعاطم هو كأنه الولد العاق أو الباب المزدوجين لا مش عاق لا مش عاق المشاكس بس إنه ابنه ما بتطلع منه الولد صاحب الحاق فيما يفعل ولكنه يتجاوز حدوده قليلا لأنه مبدأ فكرة المقولة الاستراتيجية اللي أخدوها الصهاينة لتبرير ما حدث هي أي مقولة مبدأ دفاع عن النفس مبدأ الدفاع عن النفس أنا بدافع عن نفسي بقت الأطفال بدافع عن نفسي بقت النساء طيب مبدأ دفاع عن النفس الولايات المتحدة الأمريكية أيدت ما يفعله الكيان الصهيوني ضمن منطق مبدأ الدفاع عن النفس نعم نحن وصلنا إلى ختام هذا اللقاء سيد تيسير الخطير يعني طبعا الحديث شائك في كتير تفاصيل ولكن بهمنا أنه وصلنا إلى خلاصة واضحة معك اليوم أنه الولايات المتحدة والغرب لن يتخلى عن إسرائيل صاحبة الدورة الوظيفة في المنطقة المعركة نزالت بأشدة ومازال الوطيس حامة بدنا نضلنا عندنا هذا الصبر والثبات نسأل الله الصبر والثبات لإخواتنا وأهلنا في فلسطين لأنه كمان يعني إن شاء الله هيك بيكون نفسهم طويل واضح المعركة ما صارت على الآخر ومتبعا تتفضل اتفاق كهدنة بعد وبعيد كيف إذا بنا نقول خلاصة للحرب نحن بعتقد المشاهدين والمستمعين بانتظار يعرفوا إجابة الحزورة خلينا نتذكرها سواء على السريع ونرجع يا رب عالتي سير علمنا بتكون حالتنا تعب وهم ومصار اليأس عمقربي مننا بيذكرونا برحمة القيوم منسجد من إنساء بالألأ كنا يوم نصير ندعي للسعادة الدوم وحد الدعاء قادري طمنا حزورة شلقية برعاية مطعم لفلوف الجواد البحار حرقوس سلسلة مطاعم التركي مطعم ويلة تروبيكانا سنوبرة مطعم بيروت أفنو حلويات السلطان حلويات الشرق حلويات عيسى حلويات الألعى ومحلات تياب الأطفال تاينس بيبي شاب إي أس إي جيرلي جيرل نيو فرح إذن هايدي كانت الحزورة وإجابتها هي الآية 15 من سورة السجدة لن نتلو الآية لأنه هي فيها سجدة واجبة فألف مبارك لكل الناس اللي أجابوا على هذه الإجابة بشكل صحيح وماشاء الله واضح أنه عدد كتير كبير بالقرعة من الأسماء بدنا نطلب منك استستيسير لو سمحت تسحب لنا مباشرة أربع أسماء هيكون إن شاء الله من الفائزين معنا لليوم بسم الله الرحمن الرحيم هيك حاول قد ما فيك تخلط وتغمي لحتى ناسك يكون عندها فرص أكبر إن شاء الله إن شاء الله تفضل اسم الأول بسم الله الرحمن الرحيم فاطمة علي جعفر فاطمة علي جعفر ألف مبروك هيدا أول اسم خلينا كمان نشوف بعد هيدا إذن الاسم الثاني مريم سلمان بعلبكي مريم سلمان بعلبكي كمان ألف مبارك يا مريم بعد عنا اسمين والله كتير الرابحين باتول عبدالله باتول عبدالله مبارك لسميتة باتول أيضا الاسم الأخير معنا كله نصبايا لهلأ إن شاء الله يكي بلكي طلع شيء اسم مهدي أسامة حيدر مهدي أسامة حيدر ألف مبارك للرابحين إن شاء الله بانتظار أن تتواصلوا مع الزملاء بالقناة لحتى تحصلوا على هدية يكون وحظ موفق وأوفر إن شاء الله فيما بعد للبي شكرا جزيلا مراجل أساس دي سيد القطيب الله يعطيكم العافي نعد عليكم بكل خير وبظروف أحسن إن شاء الله لنا ولأمتنا العربية والإسلامية مستمرون معكم مشاهدين ومستمعين لحظات تفصلنا عن متابعة بقية محطتنا لليوم مع الزميل الشيخ حسن بشير بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم مشاهدين ومستمعين إلى الحلقة الجديدة من برنامج فقه الصوم هذا البرنامج الذي رافقكم منذ بداية شهر رمضان المبارك وسيبقى معكم بإذن الله حتى نهايته ساعة من الوقت أو أقل من ساعة سوف نترافق فيها وإياكم على الهواء مباشرة نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم على الرقم المخصص لهذا البرنامج 009611822914 ومن خلال أيضا الواتس أب على الرقم 00961 76642480 ضيفي لهذه الحلقة مدير حوزة المعهد الشرعي الإسلامي سماحت الشيخ زهير قوصة أهلا وسهلا بكم سماحت الشيخ تقبل الله أعمالكم النوم منكم صالح الأعمال كيف شهر رمضان معك إن شاء الله الحمد لله الحمد لله أسأل الله أن يديم هذه الفيوضات علينا في شهر رمضان وفي غيره سماحت الشيخ هناك سؤال طبعا يعني لن نقرأ السؤال كله ولكن هناك تعليق من أحد المتابعين أو المهتمين على موضوع الليل ويأتي بآية كريمة يستدل من خلالها على أن الليل ليس هو مجرد الغروب يقول أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون يستدل بهذه الآية ولا أدري كيف استدل بها على أن الليل ليس مجرد غروب الشمس ويقول إن تعريفكم لآية ثم أتم الصيامة إلى الليل ليس معناه أنه يحق لنا الإفطار عند الغروب ماذا نقول لهذا المشتبه أو السائل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد نحن عندما نتحدث عن فريضة الصيام نعم وعن سائر الفرائض التي جعلها الله سبحانه وتعالى لابد أن نلاحظ أمرين اثنين أولا القرآن الكريم نعم ونرى هل أن القرآن تحدث عن هذه الفرائض عن مواقيتها عن كيفية أدائها عن تفاصيلها بشكل مفصل في القرآن الكريم وبآيات صريحة أم أنه تحدث عن هذه الفرائض والعبادات بنحو الإجمال نعم وأوكل أمر التفصيل إلى السنة المطهرة وبما أننا نعتقد إلى السنة المطهرة بما تحويه من أحاديث وأفعال هي روايات أقوال أفعال المعصوم وبما أننا نعتقد أن مصادر التشريع ومصادر استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة تفاصيل هذه الأحكام المصدر الأول والأساس والأصل هو القرآن الكريم وهو المرجع عند الاعتراض عند التعارض والاختلاف ثم السنة المطهرة ونريد بالسنة هي قول النبي صلى الله عليه وآله وفعله وتقريره هذا التعريف الذي يتبناه عموم المسلمين وهناك التعريف الذي يتبناه الشيعة بالخصوص للسنة هو قول المعصوم أي النبي أو الإمام وفعله وتقريره فإذا جئنا إلى بعض الأحكام وبعض الفرائض والعبادات ولم نجد تفصيلاً لها بشكل كامل في القرآن الكريم نعم إنما نأخذ حكمها على نحو الإجمال أن القرآن دل على وجوب الصوم القرآن دل على وجوب الصلاة القرآن دل على وجوب الخمس والزكاة وما إلى ذلك من فرائض وأحكام سواء ما يتعلق منه بالعبادات أو يتعلق بالمعاملة لكنه لم يفرع فما فصله القرآن الكريم نلتزم به كما جاء وما لم يفصله القرآن وإنما أجمله فنرجع إلى السنة المطهرة ننظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث الأئمة عليه الصلاة والسلام نعم وأفعالهم التي يستند إليها لتفسير بعض الأمور واستفادت بعض الأحكام الشرعية هذا ابتداء ثم في مسألة مهمة جدا لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار أن القرآن الكريم ليس كتابا علميا يتحدث عن علم الجيولوجيا أو علم الفلك أو علم الفيزياء أو الكيمياء أو ما إلى ذلك وإنما هو كتاب هداية نعم غاية الأمر أن هناك العديد من الآيات القرآنية التي يمكن أن يستفاد منها كإشارات إلى بعض الحقائق العلمية والحقائق الكونية نعم فإذا ما أتينا إلى محل الإشكال والشبهة القائمة الآن حول مسألة بدء الصوم وانتهائه طيب قبل هذه الإشكال مولانا بس خلينا نستوضح عند آخر نقطة ماذا قصدتم أن القرآن ليس كتاب هداية وإننا عفوا ليس كتابا علميا يعني يعني بأمور الجيولوجيا والفلك والمناخ وما إلى ذلك ولكن هناك آيات يستفاد منها يمكن كإشارات تريدون أن تقولوا بأن القرآن عندما يتحدث عن الليل ليس معنيا بأن يقدم لنا تفسيرا تفسيرا علميا ما هو الليل ومتى يبدأ الليل ومتى ينتهي لا نعم في إشارات قد نستفيد منها جيد هم نفوت على التفسير إضافة إلى الأبحاث العلمية قد نطابق قد نقارن فيمكن أن نستفيد طيب أما أن نجزم بدرس قاطع أن هذه الآية تدل على كذا وهذه الآية تدل على الحقيقة العلمية كذا أو ما شاء وذلك هذا أمر قد يكون فيه شيء من التكلف طيب هم نأتي إلى موضوع الصوم متى يبدأ ومتى ينتهي نقول الله سبحانه وتعالى عندما حدثنا عن فريضة الصيام قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هنا نفهم مسألة أن الله سبحانه وتعالى كان قد أباح لنا تناول المفطرات نعم ورمز لها بالأكل والشرب كونهما العنصر الأساس والأبرز في مسألة الإفطار والصيام فقال لنا عندكم فسحة تأكلون وتشربون حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو كناية عن الفجر الصادق نعم كناية عن الفجر الصادق إذن حدد لنا مبدأ عبادة الصوم متى يبدأ الإمساك والامتناء عن المفطرات ويبدأ المكلف بصيامه نعم عند طلوع الفجر طيب إلى متى يمتد هذا الصوم ثم وهذا الإمساك ثم أتم الصيام إلى الليل كلمة الليل جاءت مطلقة لم يقل لي إلى أول الليل ولم يقل لي إلى منتصف الليل ولم يقل لي إلى آخر الليل قال لي إلى الليل فالآن عندما نأتي لتحديد مبدأ الليل نعم لتحديد مبدأ الليل فلابد أن نبحث في القرآن الكريم ابتداء هل أن القرآن حدد بشكل تفصيلي تحديدي لا يقبل أي تردد ولا يقبل أي إجمال منتهى هذه الفريضة كما حدد منتهى الإفطار والتناول قال حتى يتبين واضح لهو أول الفجر عبر بالخيط بالخيط صحيح عبر بالخيط كناية عن أول طلوع وظهور الضوء أول ظهور الضوء نعم صارت المسألة واضحة جدا بالليل لم يبين مبدأه عندنا حركة الليل والنهار علمياً حركة الليل والنهار مرتبطة بماذا؟ بالشمس بالشمس نعم لأنه بدء الفجر هو أول ظهور ضوء الشمس نعم كذلك طيب عندما يسقط قرص الشمس نعم علمياً علمياً وشرعياً نعم قالوا أنه بمجرد سقوط قرص الشمس واستتار الشمس تحت الأفق ينتهي النهار مهي والدليل على ذلك من الناحية الفقهية أن كل الفقهاء حتى الذين يشترطون في مسألة الإفطار وأداء صلاة المغرب غياب الحمرى المشلقية يقولون أنه بمجرد سقوط قرص الشمس ينتهي وقت صلاة الظهر والعصر لماذا؟ لأن صلاة الظهر والعصر من الصلوات النهارية فإذا غاب قرص الشمس حتى ولو لم تذهب للحمرى المشرقية بعد ينتهي وقت صلاة الظهر والعصر فإذن يعني انتهى وقت الصلاة النهارية أي انتهى النهار ما عد فينا نسميه نهار ما بقى اسمه نهار ولكن هل نسميه ليل لا فاصلة ولا منطقة برزخية بين الليل والنهار عندنا النهاء اليوم مشكل من ظاهرتين ظاهرة الليل وظاهرة النهار يعني الله تعالى لم يتحدث عن نوع ثالث ما ذكر أي شيء ثالثة بينهما برزخة فعندما لا يكون هناك حالة ثالثة برزخية لا هي ليل ولا هي نهار فإذن لابد عندما نقول انتهى وقت صلاة المغرب والعشاء بسقوط قرص الشمس ظهر والعصر ظهر والعصر بسقوط قرص الشمس يعني انتهى النهار وإذا انتهى النهار ولا ثالثة غير الليل والنهار إذا انتهى النهار تدأ الليل لأنهما بمثابة النقيضين نعم إذا انتهى أحدهما بدأ الآخر يبدأ الآخر لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما حلو فإذا أخذنا هذه المسابعة عن الاعتبار وكل الآيات القرآنية التي تحدثت عن ظاهرتين الليل والنهار ما تحدثت عن أي فاصلة بينهما فلذلك نحن في هذا الوقت عند سقوط قرص الشمس ليس نهارا ولا يمكن أن لا يكون ليلا لأنه لا شيء غير الليل فإذا هو ليل حتما ما في شيء برزخي بينكم ما في وهناك العديد من الآيات إذا أردنا أن نفسرها بنفس الطريقة التي فسر بها صاحب الأشكال أو صاحب الشبهة نصل إلى هذه النتيجة التي أقول أن سقوط قرص الشمس هو مبدأ الليل فينا نستعرض ولو آية؟ نستعرض آيتان أكثر من آية بس بشكل سريع ماشي خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل التكوير يعني الالتفاف والإحاطة على شكل هكي دائري كورة كورة فأول ما بيبدأ الليل يبدأ بماذا؟ بغروب الشمس ويبقى ذيول النهار ذيول ضوء النهار يتكور عليه الليل ويبدأ يغطيها شيئا فشيئا يعني ما قال يكور الليل على النهار بفترة كذا أو يكور الليل على النهار بكذا أيضا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه يعني الليل يحاول أن ينقض على النهار إذن هذا لا يحصل دفعة واحدة وإنما يحصل بشكل تدريجي والتغشية يعني التغطية يغشي الليل أي الليل يغطي النهار لكن لا يغطيه دفعة واحدة وإنما حثيثا ظلم فجأة وإنما يطلبه حثيثا شوية شوية إلى أن يسيطر عليه ويهيمن عليه نعم خلينا نأخذ الحاجة آسم من كندا ونرجع نستعرض ولو أي تاني إذا فيه قدامكم آيات سمحت الشيخ حاجة آسم أهلا وسهلا السلام عليكم شيخ عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله تحايانا شيخنا الفاضل فضل فينا نتابعة نحن هون باختلاف الوقت لأنه لما بتحيوها ببيروت بكون باللال بس عنا منكم بعد الظهر فينا نتابعة نحن أثناء الظهر وبقان يعني اعتممناها واللي بدنا نعود نعيدا نحن باللال حسب توقيتنا عندكم سؤال عندكم سؤال تاني حاجة ولا بعد لا هذا هو بس بدي التوضاح إنه فينا نتابعة بالنهار شكرا شكرا واللي بدنا نعود عيدا باللال الأحوال تاكلنا على الله ما تنسونا من الدعاء على كل الأحوال سواء دعايتم باللال أو بالنهار بارك الله فيكم الله يخليكم شكرا جزيلا سمحت الشيخ إذا من استعرضت كمان هكي آية تانية وحتى ننهي ننهي الكلام حول هذه النقطة مثلا الله سبحانه وتعالى يقول يولج الليلة في النهار ويولج النهارة في الليل الإلاج يعني يدخل والدخول لا يتحقق دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي الليل يدخل على النهار فبمجرد غروب قرص الشمس يبدأ الليل بالدخول وبالولوج ليهيمن ويسيطر طيب إذن الآية سمحت الشيخ قل أرأيتم أن جعل الله عليكم الليلة سرمدة ما حكت عن ما بتحكي عن بداية الليل أو تعريف الليل أو بداية الليل هو عم يحكي أنه أرأيتم إذا جعل الله هذا الليل عليكم بشكل دائم كيف ستكون حياتكم نوع من العذاب نوع من العذاب هذا هو كذلك ذكر إن جعل عليكم النهارة سرمدة النهارة سرمدة لكن الأخ الكريم حاول يستفيد من قوله تعالى يأتيكم بضياء يأتيكم بضياء من يأتيكم بضياء غير الله سبحانه وتعالى لذلك كلمة الضياء نيال الليل عنده ضياء هلأ كلمة طبيعة أعتبر أنه هي مقابل الظلمة نعم إذن الليل ظلمة تامة والنهار ضياء تام فنحن نقول له صحيح أن الليل عندما يستولي تتحقق الظلمة التامة ولكن هذا لا يدل على أن بدايته تعني الظلمة التامة وإنما هو يبدأ بالاستيلاء على النهار وعلى ضوء النهار بشكل تدريجي فلا بد أن نلحظ عند بداية الليل نلحظ شيئا من بقايا النهار وبقايا ضوء النهار نعم إن صح التعبير مولانا قبل الفاصل بالنسبة للسؤال الحج آسم هن رح يكون عندهم لما نحيي بالليل نحن بيكون عندهم الظهر فيهم يتابعوا وتعتبر إحياء هل التارة بدون يستفيدوا من بعض الأدعية وبدون يستفيدوا من بعض الأعمال التي نؤديها نحن في الليل فهذا لا مانع منه يعني الأدعية التي تقرأ في الليل يمكن أن تقرأ بعينها في النهار مثل دعاء الجوشا مثلا ما في فرق سواء قرأناه في الليل أو قرأناه في النهار إذا أراد الإنسان أن يحصل التواب ويحصل له الأجر فيمكنه ذلك أما إذا أردنا أن نؤدي هذه الشعيرة إحياء ليلة القدر إحياء ليلة الحادي والعشرين إحياء ليلة التاسع عشر إحياء ليلة الأولى إحياء ليلة الثانية أي ليلة من ليالي شاء الرمضان بمجرد أن نقول إحياء الليلة فهذا لا يكون إلا من بعد غروب الشمس عندما تغرب الشمس يدخل الليل فتسمى ليلة كذا طيب فإذا في أعمال مخصوصة بالليلة فلابد أن تؤتى ليلا هذا إذا كان بإمكان الإنسان أن يأتي بها في الليل إذا تعذر على بعض المكلفين لأسباب معينة فيمكن أن يتقرأ إلى الله سبحانه وتعالى ببعض الأعمال وإن شاء الله الله يعطيه أجر وثواب إن شاء الله ليالي القدر وأي ليلة من الليالي المباركة إن شاء الله طيب ما نروح لفاصل بعض الفاصل نكمل إن شاء الله مشاهدين ومستمعين فاصل قصير ونعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين ومستمعين إلينا إلى القسم الثاني من حلقة اليوم من برنامج في قصهم أجدد الترحيب بضيفه سماحة الشيخ زهير قصان سماحة الشيخ خليني بس ملاحظة صغيرة جدا صاحب السؤال الأول حوال موضوع بداية الليل وموضوع وأتم الصيام إلى الليل بالرسالة هو أشكال إشكاله بمحله ولكن وقال إنه هذا الرد العلمي بس بالرسالة استعمل عبارة إنه عن كهنة المعبد وعن آمون فهذا مش طريقة علمية أبدا يعني حبينا بس هاي الملاحظة إنه يرعيها إذا هو عنده إشكاله وإشكاله بمحله فهذه مش عبارة علمية على كل هل يجوز إعطاء الفدية لمريد بحاجة إلى دواء بالنسبة للفدية عادة الفدية أو كفارة الإفطار هي إطعام وعبارة عن طعام وبالتالي لا بد أن تنفق ثمان طعام لأنه مرة من أول إطعام مسكين يعني أن تأتي بمسكين وتشبعه وتطعمه حتى يشبع أو تقدم له طعاما بمقدار ثلاثة أرباع كيلو أو كيلو تقريبا أو ما إلى ذلك فهنا إذا أردت أن تدفع قيمة الطعام مالا فيمكن لك أن تدفع قيمة الطعام ولكن تشترط على من يأخذ هذا المال أن يصرفه في الطعام حسرا وهذا لا يسري على زكاة الفطرة لا زكاة الفطرة يختلف حكمها ممكن أن تعطيه مقدار الفطرة من الطعام وممكن أن تعطيه قيمتها المالية وبالتالي إذا استلم المال هو بالخيار بين أن ينفقه على الطعام أو ينفقه في أي شيء من احتياجاته طيب الحج أبو حيدر من البصرة عم يسأل هل هناك علك خاصة لا تفطر بأثناء أيام شهر رمضان يعني بالنسبة لكل أنواع العلك إذا لم يحصل أي شيء يتفتت منه أو يذوب منه شيء ويبتلعه فما في أي مشكلة يعني إذا واحد مثلا أخذ حبة علكة وحطة بتمه بس ما تفتت منه أي شيء ولا بلع منه أي شيء ولا فيها أزاء سكرية ولا فيها شيء أبدا وصار يحرك بفمه في نهار شهر رمضان لا تفطر وإن كان يعني هذا مظهر غير يعني مستساغ ولكن من حيث الحرمة ما في حرمة من حيث المفطرية ليس مفطرية لأنه يمكن حدا يشوفه عم يعلى وكهير معقول هذا أمر غير مستساغ أن يعرض نفسه للتهمة أو ما شابه ذلك من هذه الجهة نعم لا نشجع على الأمر ولكن من حيث أن هل يحرم ذلك لا لا يحرم هل هو مفطر لا ليس بمفطر إلا إذا كانت تجتمل على مواد يمكن أن تتحلل داخل الفم ويبتلعها والشرط الثاني أن لا تتفتت هي في فمه ويفتلع شيء تفضل السلام عليكم يا حجنا عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا حبيبي؟ الله يبارك فيك جمعة مبروكة وليلة آذر إن شاء الله مبروكة ونصر من الله وفتح قريب ووش منك الله يبارك فيك يا محمد يا شيخنا يا حبيبي لك ومن آياتها الليل ومن آياتها الليل نسلخ منه النهار فإذا هم الظلمون يا عين عليك أحسنت أحسنت يا عين عليك يا حساب محمد يا عين عليك والشامس الفجر المشتفرنا ذلك التكبير العزيلي عليم والقمر قدرنا منازل حتى عادة كالعرجون القديم أحسنت أحسنت عددي بس مديلك كلمة واحدة الناص جائمة عند الله ما أحسنت بش ست أنا بضحك عليها و نسسي ربنا لمن جاء بالرسول من مكة على المسجد على المسجد الأقصى و فرجيه على الأخرى و عندنا وهو يعدي إن كل واحد بيخذه ارشان ما بيعرف الله ولا رسول ولا منعرف هنش ولكن ادرت الله سبحانه وعا صاله ما أحد بيعرف عين تبتشه الله يبارك فيه شكرا يا حج أبو محمد نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الدعاء لطالع من القلب إن شاء الله هذا مش ما عندي من عند الله هذا كلام إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك فيك يتقبل أعمالكم شكرا لمشاركتك الطيبة حج أبو محمد شكرا الله يبارك فيكم يا رب ومن آياته الليل نسلخ منهن السلخ ما بيكون سؤال يقول في حال عدم صيام القضاء قبل شهر رمضان لعدة سنوات هل يجب دفع فدية التأخير وكيف طبعا إذا إنسان كان عليه قضاء في شهر رمضان أفضل بعض الأيام أو كل أيام شهر رمضان ومر عليه عام كامل حتى جاء رمضان الآتي ولم يقضي ما فاته من رمضان السابق فيستقر القضاء في ذمته ويترتب عليه مضافا إلى القضاء فدية التأخير ولكن هذه الفدية أد ما يأخر كم سنة ماشي خلص فدية عن كل يوم فدية واحدة إذا شهر كامل عليه فدية شهر إذا عدت أيام عليه بعدد الأيام التي أفطرها فدية أما مهما طال الزمن يعني أفرض سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة فدية واحدة فقط لا تتكرر هل شعر الهرة على الثياب يبطل الصلاة؟ بحسب فتوى سمع السيد فضل الله لا يبطل الصلاة لأنه لا يصدق عليه عنوان اللبس لأن الذي يؤثر على صحة الصلاة أن يكون لباس المصلي متخذاً من أجزاء حيوان غير مأكول اللحم البعض بيعتقد أنه لأنه عند بعض الفقهاء تبطل الصلاة ولا يجوز الصلاة بثياب عليها وبر القطة بيعتبروا أن هذه نجسة لا هي طاهرة ولكن باعتبار أنها غير مأكولة اللحم فمن هنا نشأت الإشكالية فمنهم من قال أنه مجرد وجود بعض الشعر أو الوبر من الهر أو ما شاف ذلك أو أي حيوان آخر غير مأكول اللحم على الثياب يبطل الصلاة وعند السيد فضل الله يقول لا لأنه لا يصدق عنوان اللبس ولا يصدق أن هذا لباس يعني أنا اليوم لو يكون في بعض شعرات من الهر على ثيابي أو على بدني لا يصدق أني أنا ألبس ثياب مصنوعة من أجزاء حيوان غير مأكول اللحم يقول عندي صديق شيعي ولكنه يصلي كما يصلي إخواننا السنة تماماً هل تعتبر صلاته صحيحة؟ يعني هلأ هون بدنا نشوف إذا كان هذا الإنسان جاهل بالحكم وهو هيك علمو الصلاة وعن بيصليها بشكلها المعتاد فهذا إذا كان جاهل بالحكم ونحو سهوي لا إشكال فيه لأنه مسألة وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه كالتربة وما إلى ذلك هذه إنما تبطل الصلاة فيما لو تعمد أن يترك السجود على التربة أو يترك السجود على الأرض أو على ما أنبتت الأرض مما لا يؤكل أو يلبس أما لو سجد على الصوف أو على القطن أو على أي شيء مما يؤكل أو يلبس سهواً أو جهلاً لا تبطل صلاته طيب لكن هون هل واجب على صديق يلفت لهذا الموضوع؟ طيب إذا كان جاهل بالحكم فعلينا أن نعلمه طيب في عنا فقرة مع أوضد لنشوف اليوم هيا الفقرة الحيوية اللي فيها قضايا المجتمع يعني شو محضرة اليوم الأخت ندين كايتنا لليوم بتقول قبلت بالشركة كتير كبيرة اسمها لحاله كفيل أنه يفتح لأفق كان عندهم كذا شرط خاصة لأنه محجبة أول شرط كان أنه يغير بطبيعة حجابة ويلبس منديل دغري وفقت طول ما مفهوم الستر موجود شرطه الثاني كان أن يسلم بالإيد رفضت وضعت علي أهم فرصة بحياتي خلونا نشوف بين معه ومن ضد أول شي الفرص بتروح وبتجي المهم رضا الله اللي ترك شي لرضا الله الله حيعوده بشي أحلى يمكن بإشجاع كمان بفرص أحلى كمان يعني هي الحياة ما بتوقف ع فرصة وحدة والمهم أنه نروح يعني عبيقة عم الشمعنا أو عشغل أنه نحن نكون مقبولين فيه بشو ما كنا لبسين بحجابنا بالسطرة الكاملة أحد أصدقائي يعني هي تخلت نازلت على شي معين كرميل تحصل على هذه الوظيفة أنه أكيد إذا أنه نحن نزلنا عن فرصة معينة ممكن أنه رب العالمين يرزقنا بفرصة أفضل وأساساً هيدا الشي اللي نحن لبسينه هو فخر لكل بنات ومنه حاجز ولا ممكن أنه يسبب لأي عواقق بحياتها بالعكس نحن لازم ننشر الوعي بين البنات التي تتستر أكتر وتتأكد أنه هيدا حجابة يخليها توصل لأماكن كتير حتى لو أنه في كتير أشخاص بيعرضوا هيدا الرأي وبكل الأحوال ربنا بأخر الإشاة الحلوة وما بدقة بالحياة وما تخلت عنهم وما قبلت بالعرض عادي واجهت أي شي مشابه لأوسطنا؟ لا بس أنا من الأشخاص اللي كانوا رفضين أنه يفوتوا أهلي مثلاً ما كانوا كتير مشاجعين أنه يفوت إعلام بس لأني محجبة بس مع هيك أصريت على الموضوع يعني وفتت وبحث أنه إن شاء الله حيكون عندي فرص كتير يعني الحجاب مش عائد لا أكيد لا أكيد مش عائد أنا مع عناعتها إذا هي بتسلم بره بره الشغلة تكمل بها العقد الإجاهة ومشي أمور أما زي ما بتسلم لأ ليش فوت شي جديد على حياتها إنه يمكن يجي أشي أحسن من هالشي إنه ما تفوت شي هي ما بترغبه قوي ما بتديه طيب لأ قدام هلا أنت عم تتعلمي وراح تروح تشتغلي قديش ما قول تقدمي تنازلات للوظيفة اللي عم بتقدمي عليها بحجابك خاصة ما بقدم تنازلات حتى لو كانت الفرصة جداً ممتازة أكيد طبعاً يعني إذا مثلاً صحولي فرصة أنه هلأ في كتير ناس عم يسحلها فرصة جافة في ناس تشلع عن رأسها وعادة عندها لا أنا لا أبداً بلغي فكرة الفرصة وبلاقي الشغل هون أحسن له إنه ضمن اللي أنا البيئة اللي أنا فيها وحتى لو يعني بعدين الله بيشوف النية اللي أنا فيها أنا بالنسبة إلي على الصعيد الشخصي طالما فيه ظهارف طارق وفيه شي مهم يعني وفيه مستقبل بده بالنسبة إلي أن الواحد فيه تنازل شوي ويغير بعض التغييرات يعني بالنائم مش هتخرب الدنيا ظل من جرد سلام وكذا والحلال والحرام بهذا الموضوع والله هالي بتجعل الشخص إذا هو بيتقبل أنه يغير مستقبله ساعتها ما فيه مشكلة إذا هو حاطت الدين كأولوية بحياته ساعتها الوضع بيختلف ساعتها أكيد يعني هي غلطة لما ضيعت أهم فرصة بحياتها بالنسبة إلي أنا ما بضيع سمحت الشيخ موضوع الحجاب أو موضوع المصافحة مصافحة الأجنبي هل ممكن يصير عليهم تنازل أو مساومة؟ أمتى؟ شوف نحن أول شي ننأسس أصل ثابت أن الإنسان عليه أن يطيع الله فيما أمر أن يطيع الله فيما أمر وأن يلتزم بكل ما أوجب الله تعالى فيأتي به وينتهي عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى هذا هو الأصل فما دام أن الإنسان في فسحة من أمره بحيات يستطيع أن يؤدي الواجبات ويلتزم بها كما شرعت وينتهي عن المحرمات ويبتعد عنها كما نص عليها فليس من حقه أن يتنازل أيًا كانت الأسباب والدواعي أيًا كانت الأسباب والدواعي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صحيح ضاع واجب نعم أحل الله سبحانه وتعالى أو بتعبير أدق رخص الله تعالى لنا ارتكاب بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات في ظروف فوق العادة وإذا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد يعني إذا اضطر الإنسان نتيجة بعض الظروف الضاغطة نتيجة بعض الحالات التي قد تعرض على الإنسان مما تضطره إلى ترك أمر واجب أو فعل أمر حرام ولا يكون هناك أي نية عدوان وتعدي على الحدود وعلى الأحكام الشرعية فالله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك ورخص لنا ذلك وإذاك عندنا نقاية تقول الضرورات تبيح المحظورات طيب هنا نأتي فهنا بدنا كيف نشخص الضرورة هون نأتي إلى مسألة الضرورة هذه المساحة في تشخيص الضرورة هي هذه فيها مثل ما بيقولوا مرونة ومطاطة نعم كل واحد بيبقى بده يجتهد على مزاجه الضرورات أيضا عندنا قاعدة أصولية تقول الضرورات تقدر بقدرها يعني على سبيل المثال لو فرضنا أن الإنسان تعرض لحالة جوع شديد أو عطش وليس من طعام مباح أو شراب مباح يتناوله ليسد جوعه ويحمي نفسه من الضرر والأذى جوعا أو عطشا نعم فيجوز له أن يتناول بعض الأطعم المحرمة أو الأشرب المحرمة لكن بقدر ما يرفع الضرورة ويدفع الخطر يعني نفترض أنا مثلا تعرض لحالة جوع ولا يوجد أمامي إلا لحم ميتة أو لحم خنزير أو ماء متنجس أو نجس وأريد أن أدفع عن نفسي خطر الجوع أو العطش فيمكن أن أخذ لقمة واحدة وتكفي لدفعي هذا الضرر وهذا الخطر لا يجوز أن أتناول اللقمة الثانية لأن اللقمة الأولى حلال الثانية تصبح حرام لأنني باللقمة الأولى حققت الارتشاف الأولى من الماء أو من السائل تكون حلال الثانية تصبح حرام لماذا؟ لأن الضرورة التي ألجأتني إلى هذا الأمر ارتفعت بهذا المقدار وإذا قالوا الضرورات تقدر بقدرها فإذا اليوم نحن لما مثلا أي أخت من أخواتنا العزيزات المحجبات تطلبوا عملا أو حتى بدا تروح تتعلم تروح تفوت جامعة تفوت مدرسة في بعض الأوساط قد يحضر على المحجبة أن تتواجد في بعض المواطن فإذا لم يكن هناك ضرورة تلجئها للتواجد في هذه الأماكن فلا يجوز لها أن تتنازل عن حجابها ولا يجوز لها أن تصافح بيدها الأجنبي والله لمجرد أنها حابة تكون بهذا المكان بس محضر على المحجبة أن تدخل إلى هذا المكان فما في مشكل ساعة زمان أو مدة دوام الوظيفة أو مدة دوام الدرس بيشلح حجابي وبدخل بس اطلع برجع بحط حجابي وبمشي لا هذا ليس مسموح ولا مأذوم به شرعا ولا مرخص به شرعا إلا في حالات الضرورة القصوى التي تسد على الإنسان كل الأبواب وتنعدم كل الخيارات الأخرى فحينئذن قد يرخص لهم وهذه تشخص كل حالة بحالتها طبعا ولكن ما فينا نعطي حكم كلي بحيث ينطبق على كل الناس لأن بعض الأشخاص قد يرخص لهم في ذلك وبعض الأشخاص قد لا يرخص لهم في ذلك شوف القرآن الكريم سمحت الشيخ قداش هيك رائع هذا التعبير عندما ربط بين التقوى وبين الرزق وبين الرزق من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لذلك كما قالت الأخت في أول التقرير إنه إذا أطعت من هون الله بيفتح مجال آخر نعم سؤال مولانا إذا نويت الذهاب في شهر رمضان لمحافظة أخرى ونويت الإقامة لمدة عشرة أيام للصيام ولكن في نية داخلية للعودة إلى المحافظة الأصل خلال خمسة أيام هل هذا التصرف صحيح؟ هل هذه نية الإقامة صحيحة؟ لا يوجد نية جدية هنا وبالتالي يبقى حكمه الإفطار وتقصير الصلاة لأنه الذي يريد أن يحافظ على صيامه لابد أن يكون عازما وعندما نقول عازم وناوي يعني في شيء داخلي النية ليست مجرد لفظ هي مشكلة بعض الأخوة اللي عم بيصير عندهم مثل هيك اشتباهات عم يعتبروا أن النية هي مجرد شيء نتلفظ به يعني أنا عندما أقول نويت أن أفعل كذا لكن أنا في داخلي وفي نفسي وفي حقيقة وجداني لا أريد هذا فلا يعتبر ولا قيمة لهذا التلفظ لأن النية هي القصد إلى الفعل وهي من الأعمال النفسية ولا تتوقف على اللفظ ولا يشترط فيها اللفظ وإنما حتى لو تلفظت وكان اللفظ على خلاف ما أنا عازم عليه لا عبرة بهذا التلفظ ولا قيمة لهذا التلفظ يعني إذا كان هو في قرارة نفسه عازم على ترك المنطقة قبل عشرة أيام لكنه تلفظ بنية الإقامة عشرة أيام لا قيمة لهذا التلفظ والعبرة بما هو عازم عليه واقعا وبالتالي لا يصح من الصوم في هذه الحالة طيب في حالة أحيانا خلينا في طرد هذا السؤال سمحت الشيخ في حالة أحيانا أنه أنا بيجي إلى المنطقة الفلانية وأنا ناوي فعلا أنه أنا بدي أععد عشرة أيام وما فوق ولكن إذا إجاني تلفون بأنه الأمر الفلاني حصل أنا رح أترك هل هذه النية أيضا نية الإقامة بتكون قائمة ثابتة صحيحة؟ كذلك هون في إشكال بهذه النية إذا هو من البداية عازم إذا يعني أنا منتظر تلفون يعني أنا كأنني منتظر خبر موقف العشرة أيام إقامة على شيء إذا أنا متردد بالنية لم يحصل عندي نية حاسمة إذا أنا متردد نعم لو هو عزم على الإقامة بالفعل ولم يكن من نيته المغادرة قبل عشرة أيام نعم ولكن اتفق أن حدث أمر ما اضطره للمغادرة فهنا لا إشكال في ذلك طيب ونيةه صحيحة وما قام به من أعمال بناء على النية التي كانت عنده تكون صحيحة ولا شيء أعلى سؤال يقول هل الجلش على الأضافر حاجب للوضوء؟ يعني إذا أنا حقيقة الجلش شو هي بعد ما كتير واضحة عندي فإذا اعتبرناه هو مجرد طلاء غايته يعالج بالأشعة أو بمشاعة ذلك كما ذكر ليه خليني أعطيكم زيتكم من الشعر بايت لا بأس في نوعين من الجلش في نوع من الجلش هو مثل الطلاء ولكن يعالج بطريقة معينة بيصير طويل أكتر يعني يطول أمده أكتر في نوع آخر لا بيحطوه تحت أشعة معينة مادي بتنحط تحت أشعة معينة في حيث تشكل طبقة جديدة وهي دي ما بتنشيل إلا كأنه ضفر فهو الضفر كأنه ضفر فهو الضفر هلأ إذا كان بالمعنى الأول مجرد طلاء غايته يعالج بطريقة بحيث يدوم أكتر من الطلاء العادي المناكير فهذا حكم حكم الحاجب اللاسق الرقيق الذي لا يمنع من صحة الوضوء وصحة الغسل مع وجوده وإن كان الأفضل والأحسن إزالته حتى بالنسبة للمناكير أما إذا كان مثل ما ذكرت الصورة الثانية أنه لا يشكل طبقة يعني كأنه أنت جايب ضفر فوق الضفر وحطيته فهذا حكم حكم الأظافر الصناعية يجب إزالته وإذا وضعه وتورطت الإمرأة بوضع هذه المسألة ولم يعد بمقدورها إزالتها وتعذر عليها فبدأت تعامل معها معاملة الجبيرة كيف إذا واحد فيه على إيده ضماض أو شيء وإذا بده يتوضأ أو بده يغتسل بده يمسح عليها كذلك هذه بده تتعامل معها معاملة الجبيرة أو بده تشيلها إذا أمكن إزالتها إتصال على الهواء مباشرة الأخ ياسر تفضل السلام عليكم عليكم السلام شكرا جزيلا التقيق سمحت الشيخ هل يؤدي إلى الإفطار؟ لا إذا كان غير متعمد فلا يبطل الصوم أما إذا تعمد التقيق وإن كان لضرورة يبطل الصوم وإن كان لضرورة وإن كان لضرورة يعني لا نفترض إنسان صار عنده بعض المشاكل بالمعدة أو ما شابه ذلك وما بقى فيه مجال إلا ليتقيق حتى يرتاح متألم واحد عم توجع ومعدته وعم يصير عنده مشاكل بمعدته بسبب أكل معينة أو بسبب برد أو أي عامل آخر صار عنده وما فيه عنده حل ولا علاج إلا أنه يتقيق فتقيق عمدا لدفع الضرر فهنا ليس مأثوما وهو معذور كما لو تناول حب الدواء لدفعه يعني هذا التعمد إذا كان للضرورة يبطل الصوم ولكن ليس عليه إثم وعليه قضاء هذا اليوم فقط فقط بدون كفارة أما لو غلبه هذه فتوى عن سمحت السيد على نحو الاحتياط لا 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 على نحو الاحتياط على نحو الفتوى نعم إذا تعمد بده إذا لم يتأه إذا كان لضرورة يقضي الصوم ولا شيء عليه سوى القضاء أما إذا غلبه يعني واحد ما حس حاله إلا بلشتقيق وما أدر يمنع نفسه فهذا يبقى على صيامه ولا شيء عليه سمحت الشيخ طيب خليني أسأل إدخال الطعام والشراب أكيد يعني يفطر من خلاله الإنسان طيب ليش ليش إخراج الطعام يبطل يعني لأنه إدخال الطعام أو الشراب يصدق عليه الأكل والشراب صحيح أما إخراجه ليس أكل لا يصدق عليه لا أكل ولا شرب ومع ذلك دلت النصوص على أنه يوجب الأفطار سؤال يقول هل نفطر قبل الصلاة أو العكس والسؤال يعني أول سؤال خلينا نعبي أول سؤال أنه هل بنصلي قبل ولا بنفطر قبل أي المستحص يعني طبعا المقصود هو أن نتناول الطعام يعني نأكل فهو بالخيار بين أن يتناول الطعام أو يصلي وإن كان عندنا يستحب تقديم صلاة المغرب على تناول الأفطار يعني بيصلي المغرب وبرح بيفطر ويرجع بيصلي العشاء وبقدر كما يصلي المغرب والعشاء ويفطر هذا على محمول أفطار وستحب سؤال الثاني ما هو السن الذي يعتبر فيه الشخص مسنا ويتعذر عليه الصوت يعني هلأ عادة الـ 65 وطلوع 70 سنة يعتبر شيخ صار دخل مرحلة الشيخوخة يعني لكن هون بدنا نراعي مسألة يعني ليس هو المعيار فقط السن يعني مش بس العمر أنه والله إذا واحد يجينا تحققنا من عمره والله عمره 70 سنة أو أكثر أو أقل لكن قد تكون بنيته ما شاء الله قوية نعم ولا يشكل الصوم له أي مشقة وأي تعب وما إلى ذلك فلا يكفي مجرد أن بلغ من السن كذا حتى يقال أن هذا له حق الإفطار أو يمكن له أن يفطر ويدفع الفدية إنما الذين يفطرون ويدفعون الفدية هم الذين بلغوا مرحلة من العمر يشقوا معها الصوم نعم أو يتعذر معها الصوم فإذا كان يشقوا معها الصوم فهم بالخيار بين أن يصوموا مع تحمل المشقة وصومهم صحيح وبين أن يفطروا ويدفعوا الفدية وعملهم صحيح أما إذا تعذر منه الصوم عند بلغ هذه العمر وهذه المرحلة العمرية يسقط عنه القضاء ويسقط عنه الصوم وتسقط عنه الفدية ولا شيء أعليم يسقط عنه التكليف أحسنتم سمحت الشيخ زوير قصان شكرا جزيلا لكم على حسن الإفاضة الشكر موصول إليكم مشاهدين ومستمعين نلقاكم يوم غد بإذن الله تقبل الله أعمالكم لا تنسونا في هذه الليلة ليلة التاسع عشر من صالح الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة